أهلاً بكم مشاهدين جريمة جديدة بين فتاة وشابين علاقة غير شرعية سببها بدأت قصتها بسماع أمن كومباوند شهير صوت شجار داخل شقة من شوعي الكمباوند وكان جوه الشقة شابة مصابة بكدمات ومعاها شابين مين البنت دي ومين شابين دول وإيه اللي حصل جوه الشقة كل ده هنقوله دلوقتي في تقطيتنا داخل كومباوند شهير في مدينة 6 أكتوبر سمع أمن الكومباوند صوت شجار من إحدى أشقق السكنية وقام الأمن بإبلاغ شرطة اسم 3 أكتوبر ومن ثم إبلاغ مباحث الجيدة وبعد الفحص وتحريات تبين أطراف المشجرة وهم شابة عندها 20 سنة طالبة في 3 سنوي من مدينة بلبيس في الشرقية والطرف الثاني طبيب في التأمين الصحي عنده 27 سنة وصديقه طالب جامعي بيبلغ من العمر 22 سنة البنت كانت مصابة بكدمات في إدها الشمال وتورم في الرأس وجرح في الجبهة وكمان كان معاهم كلب نوعه جريفون عمره 3 شهور وواحد من الشباب اللي كانوا في الشقة دبح الكلب وبعد الاستماع لأقوال البنت اعترفت بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين الطالب الجامعي اللي بيبلغ من العمر 22 سنة وان البنت تعرفت عليه في سوبر ماركت البنت طلبت من حبيبها توفير مكان لها عشان تقيم فيه من شهر تقريبا وفعلا وفر لها شقة صديقه الطبيب اللي عنده 27 سنة وبعد كده ظن حبيب الفتاة انها صرحت بسر علاقتهم الغير شرعية وسط اصدقائهم فقام حبيبها باحتجازها وضربها وطبيب بقص لها شعرها ودبح الكلب بتاعها ولكن النيابة ضبطتهم ومعاهم السكين والمقص والكلب وتم فتح التحقيق وتم واجهة الموتهمين باقوال البنت وفعلا اعترفوا بالتعدي عليها بالضرب واحتجازها وقص شعرها ونحر كلبها وتم الابضع عليهم وبدأت النيابة في التحيات وبكده تكون وزارة الداخلية كشفت ملابسات ما ورد للاجهزة الامنية بمدرية امن الجيزة بوجود مشجرة ومصابة باحدى المجمعات السكنية في 6 اكتوبر وتبين ان الكدمات الموجودة في ايد البنت وتورم رأسها وجرح جباتها ونحر كلبها هو نتيجة لاحتجاز حبيبها وصديقه الطبيب داخل شقة الطبيب واللي كانت بتقيم فيها فكانت بتجمعهم علاقة غير شرعية اللي بالصديقها او حبيبها اللي وفر لها شقة صديقه اللي اقام فيها ولكن بعدها قام بقص شعرها بمساعدة صديقه ومع ارتفاع صوت الشجار بينهم سمعوا امن الكمباوند وبعدها بلغ الشرطة بوجود خلاف وشابة مصابة داخل احدى شقة الكمباوند بمدينة 6 اكتوبر وهذا انا مشاهدين دي كانت تفاصيل حدثة فتاة 6 اكتوبر الطالبة في الصف الثالث الثانوي وعلاقتها بالطالب الجامعي وصديقه الطبيب نشكر حضرتكم على حسن المتابعة والى اللقاء